بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الطلبة الأعزاء أهلا بكم إلى قلاتكم للرياضيات سنوات رابعة متوسط مرحبا بكم جميعا إذن من أجل الاستفادة إذن جبت لكم تمرين يعجبني بزاف هو على النسب المثلثية رح نعلمكم في هذا التمرين طريقة منهاج كيفية البرهان على مساوات إذن لحظوا معي إذن التمرين يقول إكس قياس زاوية حادة بحيث القوسونس إكس يساوي جدر ثلاثة على ثمين السؤال الأول بحسب سونس إكس وطنجان إكس السؤال الثاني بيّن صحة المساوات التالية واحد زائد طنجان مربع إكس على طنجان مربع إكس يساوي واحد على سينس مربع إكس سينس مربع إكس نعم إذن نبدأ بالسؤال على بركة الله ولكن تمنياتي أنكم قبل ما تشوفوا معي الحل تحاولوا فيه في ورقة مسودة رغم ما يعني يجيكم لجوه السهل الحمد لله عليكم ألف تحية أما اللي جاهم صعب حاولوا حاولوا بش يجيكم بش تستفادوا من الحل صدقوني أنكم رح تستفادوا أكثر وأكثر عندما تحاولوا فقط ولو خمسة دقائق محاولة إذن نبدأوا على بركة الله إذن دائما تتبعوا أن المنهج التالي أولا نكتب قوس يونيس إكس يساوي الجذر تحني ثلاثة على ثنين ثم نكتب حساب سينيس إكس وش عندي حسب الدرس عندي العلاقة هذه لا حنكتبها لكم جد جد مهمة تستعمل كثيرا في البراهين خاصة سنوات الأولى أو سنوات ثانية وثالثة أيضا ثانوي إذن ركزوا معي إذن عندي من الدرس أن كوسينيس مربع إكس زائد سينيس مربع إكس يساوي الواحد هذه حفظوها عن ظهر القلب ولكن حبيت قبل ما تحفظوها رح تفهموا ما معنى كوسينيس مربع إكس حذاري ثم حذاري ما معنى كوسينيس مربع إكس لاحظوا معي أولا كوسينيس مربع إكس هذا يختلف عن كوس إكس مربع يعني المربع ليس على إكس ولكن على الكوسينيس الآن بعدما قلنا أنه يختلف عن كوسينيس إكس مربع رح نقولكم ما معنى كوسينيس مربع إكس هو الكتابة هذه تعادل الكتابة التالية كوس إكس ولكن الكل مربع أو بطريقة أخرى الكوسينيس إكس هو المضروب في نفسه وليس الإكس إذن حذاري الكوسينيس هو الذي معاد مرتين هذا فيما يخص من الحوضة صغيرة الآن نعود إلى المساواة التاعي كوسينيس مربع زي سينيس مربع يساوي واحد إحنا عندنا كوسينيس إكس هو جذر ثلاثة جذر ثلاثة إذن ويطلب منا حساب سينيس إذن حنستخرج لحظة معايا من هذه العلاقة سينيس مربع إكس واللي شرحته على الكوسينيس هو نفسه على السينيس ونفس الشيء على التنزط إذن حذاري إذن سينيس مربع إكس ماذا يساوي؟ رح يساوي لي واحد ناقص كوسينيس مربع إكس الآن إحنا عندنا كوسينيس إكس ماذا يساوي؟ يساوي جذر ثلاثة على اثنين إذن هذا يساوي إذن سينيس مربع إكس ماذا يساوي؟ يساوي لي ناق واحد ناقص الآن نعوذ نعوذ جذر ثلاثة على ثنين نعوذ قص يونيس نكتب له مربح هذا يساوي أيضا واحد ناقص الآن جذر ثلاثة لكل مربح يساوي ثلاثة على ثنين لكل مربح أربعة ثم رح نوحد المقامات واحد رح يصبح لي أربعة على أربعة ناقص ثلاثة على أربعة إذن سينوس نعود دائما إلى سينوس مربح سينوس مربح إكس ماذا يساوي إذن أربع ناقص ثلاثة واحد على أربح الآن هنقدنا أمربع يساوي عدد إذن سينوس ماذا يساوي هيصاوي للجذر التربعي وحد على أربع يعني الجذر التربعي لكل هذا العدد إذن سينوس إكس رحضوا معي يساوي الجذر التربيعي لواحد على أربعة يعني الجذر التربيعي إذن مطبق على كل العدد على كل الكسر وهذا يساوي نفكك الجذر التربيعي جذر واحد على جذر أربعة جذر واحد نعلم أنه واحد جذر أربعة ماذا يساوي ثنين إذن ماذا يساوي سينيس إيكس إذن أخيرا لقينا سينيس إيكس يساوي نصف اتمنى فقط ان يكون واضح للجميع نفس الخطوات راح نتبعها مع التونجونت نحظوا معي نتابع اذا حساب تونجونت اكس نعلم ان حسب الضرس ان التونجونت اكس هو السينوس على الكوسينوس اذا حنطبق احنا لقينا السينوس هو نصف وعندي الكوسينوس هو جذر ثلاثة ثلاثمين اذا تونجونت نعوض بالاعداد اذا راح يساوي لي اذا قلت سينوس هو نصف نحظوا معي على جذر ثلاثة على ثلاثة اذا هنا عندي قسمة كسرين قسمة كسرين يساوي الكسر الاول وهو نصف في مقلوب الكسر الثاني ما هو مقلوب جذر ثلاثة على ثلاثم هو ثلاثة على جذر ثلاثة اذا نختزل ثنين مع ثنين وش يبقى لي يبقى لي واحد على جذر ثلاثة اذا اخيرا تونجونت ايكس ماذا يساوي 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 واحد على جذر ثلاثة ممكن نكتبه بطريقة اخرى يعني نضرب في جذر ثلاثة ونقسم على جذر ثلاثة او ممكن تخلوها تبا ليس مشكلة السؤال الثاني نتابع اذا يقول بين ان واحد زائد تونجونت مربع ايكس على تونجونت مربع ايكس يساوي واحد على سينيوس مربع ايكس اذا كي يطلب منكم مثل هذا السؤال مساواة يئما تنطلق من الحد الايصر تلقوا الحد الايمن او من الايمن للحد الايصر نلاحظ ان لا نستطيع ان نبدأ من الجهة اليمنى لماذا لاني عندي واحد حد لا استطيع ان أتحرك ولكن هنا عندي تونجونت ونعلم ان التونجونت ماذا تساوي تساوي سينيوس ايكس على كوسينيوس اذا وتونجونت مربع ايكس ماذا تساوي اذا حتساوي لي سينيوس ايكس قلت تونجونت هي المربع اذا على كوسينيوس ايكس الكل مربع اذا هذي وش تمدلي رح تمدلي سينيوس مربع ايكس على كوسينيوس مربع ايكس اذا نطبق هذي اذا نفعي واضا ما نكتب واحد زائد تونجونت مربع ايكس رح نكتب واحد زائد سينوس مربع X على قوسينوس مربع X نتابع إذن 1 زائد سينوس مربع X على قوسينوس مربع X على طنجونة مربع X نفس الشيء نكتب سينوس مربع X على قوسينوس مربع X ثم أحاول أن أبسط هذه العبارة كيف أبسطها؟ انتبهوا معي هنا في البسط راح نواحد المقامات إذن لحظوا معايا إذن قلت نواحد المقامات إذن 1 هذا راح نرده قوسينوس مربع X على قوسينوس مربع X وبالتالي خرج لي لحظوا معايا قوسينوس مربع X على قوسينوس مربع X زائد هنا سينيوس مربع X على كوسينيوس مربع X تقسيم دائما سينيوس مربع X على كوسينيوس مربع X إذن قلت نجعل المقام المشترك هنا البسط كوسينيوس مربع X كوسينيوس مربع X زائد سينيوس مربع X قلت هذا العلاقة نستعمل في العلاقة الأولى قلت أن كوس يونيس مربع ايكس زيت سينيس مربع ايكس يساوي واحد اذا تخرج لهذه العلاقة هذه واحد على سينيس مربع ايكس على كوس يونيس مربع ايكس نكتبها لكم على جنب اذا كتبها لكم باش ما تنسوهاش اذا طبقتها في البسط نتابع اذا اذا كي نقسم كسرين نفس الشيء نطبق نفس القواعد اذا يساوي الكسر الاول وهو واحد على كوس يونيس مربع ايكس كسر البسط في مقلوب الكسر للمقام مقلوب تاعه هو في كوس يونيس مربع ايكس على سينيس مربع ايكس وبالتالي نختزل كوس يونيس مربع ايكس مع كوس يونيس مربع ايكس وش يبقى لي إذن هذه العلاقة المساوات هذه تساوي 1 يبقى لي 1 على سينوس مربع إكس إذن أخيرا يقينا المساوات التي طلب مننا تبيانها وهي 1 زائد طنجونت مربع إكس على طنجونت مربع إكس تساوي 1 على سينوس مربع إكس أتمنى أنكم فهمتوا إذن المغزاء من هذا التمرين أولا هذه العلاقة رح تحفظوها عن ظهر القلب وتستعمل كثيرا في البراهين كتشوفوا دائما هناك سينوس قوسينوس تستعملوا هذه العلاقة إذن بالتوفيق للجميع وأستودعكم الله الذي لا تضع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته